اوبو اعلنت وطرحت موبايل جديد في الفئة السعرية الاقتصادية وهو الابو اي 38 طرحته بالفعل في بعض الاسواق العربية والعالمية ان شاء الله في الفيديو ده اصدقاء هنعرف كل شيء حرفيا عن الابو اي 38 هنعرف المواصفات والمميزات وفي النهاية هتكلم عن السار بس الاول صالوا عنا بكده ويلا بينا ندخل في كل التفاصيل اهلا بكم من جديد في عالم الموبايلات قبل ما اتكلم في تفاصيل بطلب من اخواته حبيبي دعم الفيديو بلايك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس لو بتشوفني من على يوتيوب اما لو بتشوف الفيديو من على فيسبوك لايك للفيديو متابعة للصفحة المهم حبدأ معاكم بالمواصفات العادية للابو اي 38 واولا التصميم الموبايل يا اصدقائي مصنوع من البلاسك سواء الظهر او لطار الجانبي والوجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز والموبايل مضاد للماء والوبار بشهادة اي بي 54 اما ابعاد الموبايل الطول 163.7 ميلي اما العرض 75 ميلي والسمك 8.2 ميلي والوزن 190 جرام الحقيقة ان التصميم رائع وشيك وما فوش اي مشاكل طبعا الموبايل بيدعم شرحتين اتصال 4G وبيدعم تركيب كارت مومري وبيدعم بصمة الاسبع موجودة على زر البار وبيدعم بصمة الوجه وكمان الموبايل بيدعم منفذ سماعات الاذن والاسف ما بيدعمش خاصية الفي سي ولكن بيدعم خاصية الوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاش خارجية والموبايل بيدعم صوت مونو عادي مش استيريو بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغة اما نظام التشغيل اندوريت 13 مع واجهة كولور اس 13.1 دي المواصفات العادية اللي موجودة في الاوبو اي 38 نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتكرر حتشاري الموبايل وبتحكم على الاداء واولا البطارية واللي بتكون بساعة 5000 ميلي امبير وشاحن سريع سوبر فوك بكوة 33 وط البطارية حتشحن 50% في 30 دقيقة ومنفذ الشحنة طيب سي البطارية قوية وحتدوم لوقت طويل في كل الاسخدامات طوال اليوم اما مساحة تخزين الاوبو اي 38 الموبايل بنسخة وحيدة رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جبايت ساحة الخارجية نيجي بقى لشاشة الاوبو اي 38 واللي بتكون من نوع الاي بي اس لسي دي بحجم 6.5 بوصة بجودة الاتش دي بلس بدقة سبعمائة وعشرين بيكسل في 1612 بيكسل ومعدل تحديث 90 هرتز حيفرق في سرعة الشاشة او سرعة الاستجابة وكسافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة ومعدل سطوع 720 شمعة وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليل ووضع حماية العين الشاشة بالارقام يا صديقي العزيز اقتصادية ولكن هتقدم اداء كويس نوعا ما يتماشى مع فأة الموبايل السعرية وحيساعد في اداء الشاشة الكويس معدل التحديث التسعين هرتز اللي بيفرق في سرعة الاستجابة وبشكل عام الشاشة هتقدم اداء كويس بالنسبة للإستخدامات العادية زي الانترنت او مشاهدة الفيديوات او الصور او حتى في الالعاب الشاشة هتقدم اداء كويس وعلشان تكون تجربة اداء كويسة قل للعدادات اللعبة قبل ما تبدأها ده بالنسبة لشاشة الابو اي 38 نيجي بقى للأداء المعالج اظرفه قوة ولا ضعيف قديم ولا جديد تعالوا كده نشوف مع بعض المعالج يا صديقي العزيز من شركة ميديا تيك هليو جي 85 ثمان النواة بدقة تصناع 15 نانو متر والمعالج الرسومي مالي جي 52 المعالج يا صديقي العزيز رغم منه قديم ولكن هيقدم اداء كويس في كل الاتستخدامات سواء في الالعاب التقيلة او الالعاب الخفيفة الالعاب التقيلة اللي الرسوميات بتاعتها بتكون عالية زي لها بالبابجة وكلفو ديتي او فريفار او حتى في الاستخدامات العادية المعالج هيقدم اداء كويس وزي ما قلت لك في الشاشة يا صديقي العزيز علشان تاخد تجربة الالعاب كويسة خاصة الالعاب اللي الرسوميات بتاعتها بتكون عالية قل للعدادات اللعبة قبل ما تبدأ وهتلاقي اداء الموبايل كويس وهيقلل التهنيج معه خاصة في موبايلات الفئة السعرية الاقتصادية نيجي بقى الكاميرات الأوبو A38 الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وبتدعم الـ HDR وتعرف على المشهد بالذكال الصناعي وإشارة الكاف وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الكاميرا الأمامية صديق العزيز هتقدم أداء مقبول مش أداء عالي ولا أداء ضعيف هتقدم أداء على أده تماشى مع فئة الموبايل السعرية وهي الفئة السعرية الاقتصادية أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وخاصة بعمل العزل والبروتري طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم عوضاع الـ HDR والتعرف على المشهد بالذكال الصناعي والتركيز التلقائي والتصوير الليلي وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الحقيقة يا صديقي العزيز إن الكاميرات الخلفية في الأوبو E38 من أهم ميازات الموبايل وحتقدم أداء رائع من حيث الجودة أو الألوان حتاخد صورة ريئة وواضحة ما فيهاش أي مشاكل نيجي بقى الألوان الأوبو E38 الموبايل بلونين بالإسود والدهبي زي ما هو واضح قدام حضراتكم تعالوا بقى نشوف إيه اللي موجود في علبة الموبايل فيها الموبايل وعليس كرينة من الشركة وموجود راس الشاحن وكابل يوسي بي وجراب لحماية الموبايل ودبوس معدني للسخراج شريحة لتصاله كارت الممري وموجود برضو في العلبة دليل بيدي السريع أو كتاب التعليمات والشهادة الضمان ده بالنسبة لمحتوات علبة الموبايل تعال بقى أقول لك على الخلاص علشان تعرف إذا كان الموبايل يستحق إنك تشتريه ولا لا حيقدم قيمة مقابل سعر ولا لا لازم تعرف يا صديقي العزيز إن الموبايل في الفئة السعرية الاقتصادية فبالتالي لو أنت بتدور على موبايل للألعاب التقيلة الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي مثلا لا بتببجي أو الألعاب اللي زي كده فدور على موبايل تاني في فئة سعرية تانية اعلى بالفلوس شوية علشان تاخد موبايل يقدم لك المطلوب أما برضو لو أنت بتدور على موبايل عالي في التصوير ما نصحكش بالموبايل ده دور على موبايل تاني في فئة سعرية تانية اما لو انت بتدور على موبايل عادي تصويره يكون عادي فالموبايل ده هيكون مناسب ليك ده الموضوع بمنتهى البساطة ومن غير تضليل نيجي بقى الاخر حاجة وده اللي حنهي بها الفيديو هي سعر اوبو ايه 38 سعر الموبايل بالنسبة للنسخة الوحيدة راما 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جابيت بحوالي 545 درهم اماراتي والسعر بالمصري 4500 جنيه الموبايل لو نزل السوق المصري سعره هيختلف شوية هيعلى في السعر اكيد بسبب الازمة الاقتصادية اللي بنعيشها في مصر حاليا والموبايل لو اتوفر برضو في السوق المصر هيكون بضمان دولي مش ضمان محلي لو بتفرج علي من اي دولة وعايز تعرف السعر سيب لتعليق وحرد عليك فورا وحاجة مهمة جدا لازم تعرفها السعر قد يختلف بالزيادة او نقصان 10% على حسب الدولة او على حسب الاسواق وبس كده يا رب الفيديو يكون اعجب حضراتكم وده التفيدكم بشكل كبير ما تبخلوش عليكم بالدعم لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك لايك للفيديو متابع للصفحة في النهاية ما تنسوش تصالوا على النبي اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة ان شاء الله سلام